استكمال المشاريع الكبرى التي تعرفها الأقالم الجنوبية للمملكة وتوفير الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية كانت واحدة من بين النقطة التي أضاءها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى المسيرة الخضراء ودع الملك في خطابه الذي يحمل دلالات عنوانها التنمية إلى تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية وكذا نغضي بالاختصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة وشدد على اعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية ولم يفوته أن يشير إلى تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطة اللوجيستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي وأبرز في المقابل معاناة الواجهة الأطلسية الإفريقية من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات رغم مؤهلاتها البشرية ومواردها الطبيعية